مرحبا معكم دكتورة شدة العواودة اختصاصية الجلدية والتجميل والليزر اليوم حابة احكي عن موضوع صح صار نادر كتير خاصة مع وجود مطعوم لإله لكن ممكن صرنا نشوف حالات مع حدوث هجرات بالمنطقة وكمان لأنه في بعض الناس بتجنبوا أنه يعطوا أطفالهم مطاعيم لهاي الأمراض المرض هو الحصبة ورح احكي كمان عن الحصبة الألمانية مرض الحصبة هلأ مرض نادر لكن زمان كان مرض شائع جدا وكان كتير من الأطفال يتوفوا من هذا المرض بسبب حدوث مضاعفات منه الحصبة هي مرض فيروسي هذا الفيروس بيصيب الإنسان وبعد 10 ل 14 يوم فترة حضانة تظهر الأعراض على الشخص على شكل أول إشي بيكون عندهم حرارة وبعد الحرارة بيصير فيه سعال وبيصير فيه حدوث التهاب في ملتحمة العين وكمان بيبدأ يظهر الطفح الجلدي الطفح الجلدي بيكون على شكل حبوب حمراء تظهر من الرأس وبعدين بتنتشر بالجسم كامل وحتى بعد ما تروح بتروح بنفس الطريقة إنها من الرأس بتبلش تروح وبعدين بتروح من باقي الجسم هذا الطفح أو هاي الحصبة إلها العديد من المضاعفات مثل حدوث الالتهاب الرئوي والالتهاب حتى بالدماغ وغيرها من المشاكل فبالتالي إحنا من الأشياء اللي كتير عم تحمينا حدوث المطاعيم المطعومة بينعطى على عمر 12 ل 15 شهر وكمان بيرجع يتكرر كمان مرة من عمر 4 إلى 6 سنوات أما الحصبة الألمانية فهي كمان من الأمراض اللي إلها مطعوم بيحمي منها أعراضها كتير أخف بالأطفال حتى منسميها مرض الحصبة لثلاث أيام لأنه بيظهر فيها حرارة وطفح هذا الطفح بيعد من ثلاثة لخمس أيام وبيروح وبيكون معها أعراض مثل التهاب الغدد اللينفاوية وحدوث أوجاع بالمفاصل إذا صابت أعمار أكبر لكن خطرها الكبير إذا حدثت بفترة الحمل لأنه ممكن تعمل تشوهات كبيرة بالطفل فالعلاج لإلها بيكون عن طريق الحماية بمطعوم خاص بينعطى برضو من 12 إلى 15 شهر ومن 4 إلى 6 سنوات وبتم تعزيزه على عمر أكبر بننصح الحوامل أنه قبل ما يتم الحمل أنه نشيك على إشي منسميه التايتر أو قديم مقدار المناعة اللي موجود عندنا لفيروس الحصبة الألمانية لأنه لو كان الفيروس ما في منه حماية كتير قوية بنرجع من عزز بمطعوم قبل حدوث الحمل ونتمنى لكم الصحة والسلامة وذي وذي شيء من كل شيء